أتوقف المشاهدين الآن عند جديد أحوالي الطقس مع الزميلة حسيبة كروش المتواجدة بإحدى النقاط في العاصمة مرحبا بكي أنت ببوشاوي أعتقد صباح الخير ناصر صباح الخير مشاهدين وجمعة مباركة للجامعة نعم ناصر طيب شهدت العاصمة على غرار مختلف الولايات بالوطن حالة من الأجواء الرابعية وربما الكثيرون اغتروا بهذه الأيام ودرجات الحرارة يعني تكاد تكون مرتفعة نسبيا بمختلف الولايات هل نطبع في أيام أخرى مماثلة أم لا بالفعل ناصر يعني أجواء رابعية رهي تعرفها جل ولايات الوطن بدون استثناء أقول استقرار جوي رهي طبع المناطق الشمالي وحتى المناطق الجنوبية كما قلت ناصر هناك يعني نوعا ما ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الفصلي خاصة على المناطق الغربية والوسطى وإلى حق التلحق إن شاء الله لظاهرة اليوم إلى حوالي 24 درجة مئوية وهذا على المناطق الغربية و28 درجة على المناطق الوسطى و17 درجة على المناطق الشرقية للبلاد يعني أجواء نوعا ما رابعية رهي تميز جل ولايات الوطن بالجنوب الجزائري كذلك درجة حرارة نوعا ما مرتفعة نسبيا ما بين حوالي 17 حتى الـ 25 قد تلحق حتى الـ 28 درجة على أقصى الجنوب منطقة عينغزام وبرج بجي مختار الأجواء الرابعية إن شاء الله متوقعة أن تستمر إلى غاية يعني إلى غاية الأيام خلال الأيام المقبلة إلى غاية يوم الاثنين المقبل بحول الله في انتظار اضطراب جوي رح يكون إن شاء الله اضطراب جوي نوعا ما نقول عليه خفيف النشاط حيخص المناطق الغربية فقط ببعض القطرات من الأمطار إن شاء الله وهذا أمسية يوم الاثنين زوابع رملية كذلك يعني خلال هذه الفترة هي تنشط بكثرة على الجنوب الجزائري خاصة على الخط الرابط بين منطقة تندوف بشار حتى منطقة أدرى رعين صرح تامناص يعني أجواء نوعا ما لزوابع رملية رح يتنشط بكثرة معاليح نوعا ما قوية رح تكون خاصة بداية من أمسية اليوم الجمعة ونقول لكم ردو بلكم في طرقات خاصة من المتنقين بين الولايات الجنوبية استقرار جوي كما سليفت الذكر وهو راجع إلى تمركز مرتفع للضغط الجوي حي خلينا نعيش يعني بعد مرحلة عشنا أمطار كانت جد معتبرات ولوج كثيفة شهدتها المناطق الشمالية وكذلك انخفاض جد محسوس في درجة الحرارة يعود درجة يعني للاستقرار الجوي يعني أو هو أمر طبيعي يعني نعيشتنا بعد مرحلة من الأمطار نعيش في فترة استقرار إن شاء الله ونعادوا إن شاء الله خلال الأيام المقبلة نتوقعون تنأملوا إن شاء الله حسب النماذج الرقمية أن هناك بعض الأمطار تكون أمطار يعني أقل حدة مرتقبة إن شاء الله يعني مع نهاية شهر فيفري بحول الله فيما يخص يعني هذه الفترة ونقولوا لكل عائلات مع نهاية الأسبوع يعني ضروري أنهم ينتهزوا الفرصة وتوجهوا يعني التنزه لأن الأجواء نوعا ما مستقرة ورح تبقى دايما مستقرة إلى غاية بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله إن لكان لديك سؤال ناصر فالتفضل كنا لك حسيب على ما قدمته بخصوص الوضعية الجوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر